اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارات الداخلية والسيد السيد القصير وزير الزراعة وسط صلاح الأراضي واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عامي جهازي مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة صراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بين الاجتماع تناول استعراض موقف السلع الاستراتيجية الغذائية ومتابعة توفرها في الأسواق على مستوى الجمهورية وقد تم عرض موقف المغزون الاستراتيجي لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة خاصة القمح والأرز والسكر والزيت واللحوم والدواجنة والأسماك مع التأكيد على عدم يوجود أي مشكلة في توفير تلك السلع للمواطنين في إطار تخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على السمرارية المغزون الاستراتيجي منها لمدة لا تقل عن متوسط ستة شهور وقد وجه السيد الرئيس بالمحافظة على السمرارية المغزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة وإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية كما تم عرض جهود الدولة للتوسع في إنتاج الأسمدة في ضوء كونها من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي وكذلك حرص الدولة على تعظيم مستلزمات الإنتاج الزراعي وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز منظومة إنتاج الأسمدة وإتاحتها للسوق المحلي بما يتناسب مع خطط الدولة في الإنتاج الزراعي والتوسعات الأفقية والرأسية في الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام وسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاجتماع تناول متابعة نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر في الأراضي المستصلحة وقد وجه السيد الرئيس بأداد تقييم دقيق ومتكامل لتجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر من كافة الجوانب وذلك لدراسة مدى جدارة مسار التوسع في زراعته مستقبلا وقد شهد الاجتماع استعراض نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة بشرق العويدات في جنوب الوادي وكذلك جهود توفير البذور وأجهزة الحصاد فضلا عن نتائج تحليل التربة والمياه والمناخ في المنطقة لتتلاءم مع زراعة القطن من هذا النوع الذي يعد الأكثر طلبا واستخداما بسوق العمل مما يتطلب تلبية احتياجات المصنع منه الأمر الذي يساعد على إقامة صناعات وطنية ويساهم في توفير العملة الصعبة عن طريق خفض الاستيراد من القطن قصير التيلة اشتركوا في القناة